تعال افترض ان حضرتك شغال في قطاع عام في الحكومة بتشتغل 6 ايام 6 ساعات يومية ماشي كده تحب تشتغل 6 ايام 6 ساعات زي ما انت اللهم 36 ساعة ولا جمع حملك على 3 ايام وتشتغل من 8 الصبح ل 8 بالليل 12 ساعة في 3 ايام ادي 36 ساعة والا 4 ايام يا عام تبقى ايه اجازة الاقتراح ده يجي على هواك فرصة حلوة لك الاقتراح ده مثلا وزارة التخطيط عرضته على الموظفين والعملين في دوان عام وزارة التخطيط وبتقول لهم هنطبق النظام ده من يوم الخميس الجاي تحب تشتغل سبت حد 2 ولا 3 اربع خميس اختارت 3 ايام اول الاسبوع ولا نص التاني من الاسبوع تحب زي منتا تظل زي منتا كل يوم تروح تفحط الست ساعات بتوعك وتروح مواصلات 3 ساعات رايح 3 ساعات جاي ولا تخلص ونخلص الفكرة عن نفسي اقيده ولو انا شغل في وزارة التخطيط هوافق وامضي استماره واخلص سبت حد 2 ما كده كده اليوم رايح علي اقل اللي اربع ايام بقى ابدأ افكر هعمل ايه هعمل ايه مش ان انا نصيع في اللي اربع ايام لا هعمل ايه ازاي استفيد بالل اربع ايام دول استفيد ازاي وانا عندي فطورة القروض بتاعتي عمالة زيد الفيزا بقى لي 3 اربع شهور مش عارفة سده الجامعية الي كلت عملها سحبتها وقفت مش قادر طيب ما دي فرصة قدامي فرصة قدامي افكر ازاي ازوي الدخلي وزيادت الدخل بطريق حلال مش عيب تعال انت معك 15 الف جنيه صاحبك معك 15 الف جنيه روحوا اشتروا توك توك وشغلوا عليه عائلين ايه المانع مش هتكسب ستة جمعوا مع بعض مبلغ اعملوا كوشك اعملوا سوبر مارجد فاهم اعملوا محلات فلو طعمية عربيات فلو طعمية ما بقولكش انت اللي توقف اعتبر نفسك بقى مستثمر صغير كده الفكرة انا عجباني خلي بالك اللي طرح الفكرة وزارة التخطيط طب وزارة التخطيط فيها ميزة ايه عن بقية الوزارات او نتكلم عنها نقول ايه دي وزارة غير جماهيرية غير خدمية يعني هي ما بتتعاملش مع حضرتك اللي بتعامل مع حضرتك ايه وزارة الصحة وزارة التموين وزارة التعليم وزارة الداخلية دي وزارات جماهيرية من الصبح البالليل المواطنين شغلين عليها لكن وزارة التخطيط دي اللي بتخطط للدولة تعمل موازنة عامة للدولة عضو في مجموعة اقتصادية كلام وبالتالي ممكن او سهل عندها تضغط بالشكل ده طبعا ده بيوفر عند وزارة التخطيط حاجات كتيرة بيوفر لها استهلاك في خامتها ومعداتها ومستلزماتها واسنصيراتها وسلالمها كل حاجة والكهرباء بتاعتها والفاتورة تقل وكلامها لكن الفكرة تستحق ان احنا نتوقف امامها وتستحق انها لو نجحت في وزارة التخطيط تتنقل بقية الوزارات ليه ما نطلقش فكرة كل وزارة مثلا وزارة تخطيط تجرب ده شهر شهرين ثلاثة العملية نجحت ننقلها وزارة تانية وزارة تالتة وزارة رابعة احنا عندنا جيش عرامرا من الموظفين جيش كبير قوي هتيجي تقول لي طب هو ينفع نخلي ده مثلا في وزارة الكهرباء او التموين او الصحة ده احنا عايزين موظفين على طول يا باشا القوضة اللي مفروض يشتغل فيها اربعة بيشتغل فيها تسعمية فالعدد في اللمون ما تقلقش بس احنا بنشغل بعض قاعدين في قلب المؤسسة الحكومية شغلين بعض ولا شغلة ولا مشغلة تم تيجي نشيل ده من ده ونريح ده عن ده اوحي دكتورة هلا السعيد وزارة التخطيط الفكرة تستحق ان احنا ناقشة في المصرفين ونجربها ايه اللي يمنع فكرة ايه اللي يمنع نجربها ما الدولة خدت حقها هي ايه حقها ليه عنده الموظف 36 ساعة صح الكلام اضرب 6 ايام في 6 ساعات قدل 36 ده حقك اللي بقض عليه المرات بدل ما هديك 36 ساعة على 6 ايام هديهم لك على 3 ايام هشتغل ثبت حد 2 واحمد زميلي هشتغل 3-4-5 صح ولا لا انا طرح الفكرة امامكم عالتليفون نزلوا يا شباب التليفونات اه وايه اللي عايز يتواصل واسبع عرقكم ده جدول ايه حسن اه ده جدول مواعيد العمل لو 12 ساعة من 8 صبح ل 8 بالليل طبعا انتو عارضين على شاشة صغيرة مش هشوف بعيد كده من 8 الصبح ل 8 بالليل ايه المنا اه هنزل 6 الصبح هاعد ل 8 بالليل اه هركب هروح البيت الساعة عشر على طول اروح انام علشان اخلص يوم الحد والاثنين ومعايا 3-4-5 انا رأيي ده فكرة تخدم الحكومة وتخدم المواطن طب افرد انت بش عايز تشتغل انت حر يا عم عندك ورس ايه المشكلة حقك ريح ريح الجد ايه اللي يمنع ريح ودلع نفسك اعمل سلة ارحام اهتم بولادك اللي انت غايب عنهم بقى لك عمر طويل اقعد مع امراتك اقعد مع عمك اقعد مع حماتك يعني ليك هواية تعمل عايز تستاد سمك استاد عايز تقرأ اقرأ عايز تتفرج على فيلم مبيض وسود مش عايب كل الكلام بس انا شايف واحنا عندنا ظروف اقتصادية ضغطة والتضخم في ارتفاع مستمر وارتفاع الاسعار طب انا اوظف الاربع تيام اكيد انا ما بقولكش اشتغل الاربع تيام فيه يوم راحة فنعتبره يوم الجمعة بس خد التلات تيام دول فكر انت وزميل لك او زميلة لك جمعوا بعد اربعة خمسة كده في قلب الاوضة وقولوا ازاي نوظف التلات تيام دول ما تيجوا نعمل مشروع صغير وانا قلتلكوا قبل كده انا معجب بالمواطن السوري في مصر بينزل او بيجي مصر مضطر طبعا بسبب الهجرة والتهجير ما معهوش والله فلوس كتير الف دولار الفين دولار ما انت تقدر معاك تقدر تسرف فيه بس عمل مشروع وفتح محل جنبي محل بس قبل ما تتورط ما تطقش في دباغة تقول انا اعمل تاكسي شغلانا بقى القديمة انا اعمل محل كوش يا اخويا ما كانش حد غلوب فكر خطط بس الاول يعني الفكرة ما تستعجلكش لكن لو قدرتوا تعملوا وده انتوا بقى ايه موظفين في وزارة تخطيط يعني انتوا قابوا التخطيط كله بقى خطط كده صح وقرب خليني ااخد اراءكم هل تؤيد فكرة ان انت تختصر ايام عملك بدل ست ايام يبقى ثلاث ايام في المصلحة بس هتشتغل ايه من تمانية صبح تمانية بالليل تؤيد هل انت مؤيد ام معارض للفكرة ولماذا عايز كل واحد يقول انا اسمي كذا شغال في الوزارة الفلانية وايد الفكرة او ارفضها للاسباب التالية احبار